الحمد لله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أخرج الإمام الطبراني والبيهقي أخرج الإمام الطبراني في كتاب الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي مدينة الدارمية رضي الله عنه قال ما يلتقي رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقرأ أحدهما ألا الآخر سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر عباد الله هذه السورة على وجازتها وقصرها قد رسمت للإنسان منهج حياته وحددت له معالمها وأوضحت له طريق الربح وطريق الخسران فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بالعصر والعصر هو الزمان الذي يقع فيه الذي تقع فيه حركات الإنسان من خير أو شر فلذلك فلذلك فسره كثير من العلماء فسر العصر كثير من العلماء بأنها الدهر فالدهر هو الحاوية لأعمال الإنسان خيرها وشرها فالله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن ومعلوم يا عباد الله ومعلوم يا عباد الله أن العصر هو وقت يؤذن بغروب الشمس فهو قريب منها ومؤذن بها بها مؤذن بغروب الشمس فكأن في ذلك إيذان فكأن في ذلك إيذانا بقرب زوال هذه الحياة كلها ودنو يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل في محكم كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وذكر العصر فيه تنبيه إلى جنو وقت انقطاع وقت انططاء العمل وانتهاء التجارة والكسب فمن لم يستفد من وقته فإنه عندما يعود إلى داره ويطوف به أهله ويقلب كل واحد منهم حقه إندئذ يخجل الإنسان ويخزى ويقصر ففي القسم بالعصر إشارة إلى هذا المعنى فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الوقت وحياة الإنسان كلها وحياة الإنسان كلها دائرة في الوقت لينبهه إلى أن يكتسب في هذه الحياة ما يعمر به آخرته وأن يزرع فيها ما يحصده يوم القيامة فأوقات الإنسان ثلاثة لا رابع له إما أن يكون وقته له وإما أن يكون عليه وإما أن يكون لا له ولا عليه فأما الوقت الذي إلاك أيها الإنسان فهو الوقت الذي قضيته في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وابتغاء مرضاته كالأوقات التي تقضيها في صلاتك أو في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة إلى الله أو في الإصلاح بين الناس أو في طلب العلم ونشره وتعليمه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن قضى أوقاته في طاعة الله وفي عبادته وفي إحسانه بينه وبين ربه وبينه وبين خلق الله فهذا هو الرابح وأما الوقت الذي عليك فهو الوقت الذي قضيته في معصية الله عز وجل من شرك وطاعة للشيطان واتباع للهوى والشهوات كالأوقات الذي يقضيه فإذا قضيت وقتك في هذا فهذا الوقت عليك لا لك أما الوقت الذي لا لك ولا عليك فهو الوقت الذي قضيته في فضول المباحات الوقت الذي قضيته في فضول المباحات كالذي قضيته في السهر أو في النوم أو في الأحاديث التي لا تعود عليك بنفع في دنياك وآخرتك فهذان الوقتان الثاني والثالث هما في الحقيقة وقت يقصر فيه الإنسان على تفاوت فيما بينهما فالرابح الوحيد هو الذي شغل وقته بطاعة الله عز وجل فلذلك قال تعالى إن الإنسان لفي خسر فاستثنى من جملة الخاسرين من توفرت فيهم هذه الصفات الأربع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه هي المراتب الأربع التي من جاء بها فقد أخرج نفسه من جملة الخاسرين في هذه الحياة وبعد الممات المرتبة الأولى معرفة الحق وهي التي تمثلت في قوله تعالى إلا الذين آمنوا والمرتبة الثانية هو العمل بهذه المعرفة وهي الأعمال الصالحة وهي التي في قوله تعالى وعملوا الصالحات وهذه المرتبة الثانية ثم قوله تعالى وتواصوا بالحق وهذه هي مرتبة تعليم غيره ما يحسنه ما لا يحسنه من الحق ودعوته إليه وتثبيته عليه ثم المرتبة الرابعة هو التواصي بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وبالصبر على ترك محارم الله وبالصبر على أقدار الله المؤلمة فهذه هي المراتب الأربع التي لابد منها لينجو الإنسان من الخسران في هذه الحياة والخسران يوم القيامة وهذه المراتب الأربع هي نهاية الكمال فالكمال للإنسان أن يكون الإنسان كاملاً في نفسه مكملاً لغيره أما كماله في نفسه فلابد من إصلاح قوته العلمية والعملية فإصلاح القوة العلمية يكون ذلك بالإيمان بالله وإصلاح القوة العملية يكون ذلك بالعمل الصالح ثم أن يكون مكملاً لغيره وذلك بتعليمه ما لا يعلمه ودعوته إليه ثم الصبر على هذا الصبر على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله عز وجل فهذه السورة قد اجتملت على منهج الحياة للإنسان كله كلها كله فهي ترسم للإنسان طريق الرفح وطريق الخسران فللإنسان أن يختار ما أراد وما شاء وله ما اختار من هذين الطريقين إما أن يكون في أهل الخسران والحرمان والنقصان وإما أن يكون في أهل الربح والكمال ولكمال هذه السورة وتمام معانيها على وجازتها وقصرها جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو فكر الناس في هذه السورة لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم وذلك لما اجتملت عليه من هذه المعاني العظيمة فيا عباد الله البدار البدار إلى العمل الصالح وتثبيت النفس عليه وتعليم الناس الخير ودعوتهم إليه فالحياة ماضية القدما وقد ذهب أكثرها فما بقي منها إلا قليل وأنت في هذا القليل ما بقي لك فيه إلا القليل فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما حديث يحف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يبادروا بالأعمال الصالحة أن يبادروا أن يبادروا موانع وأوائق قد تشغلهم يوما ما عن استكمال الطريق ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الجابة أو قويسة نفسك أو أمر العامة وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظ رجلا اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك وسحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك فالإنسان معرض لهذه الأمور كلها شاء أم أبى فهو محاط بها وحا نحن الآن تنصرم سنة من سنوات أعمارنا وهي تحمل أعمالنا الصالحات والطالحات فمن عمل صالحا فليحمد الله عز وجل فيه ذلك وليشمر 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 عن ساقه ليواصل السير في طاعة الله عز وجل ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ففي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا عبادي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم النبي محمد ينسد سهبانسد وإنه هو الغفور القيامة يا عبادي إنه هو الغفور المسلمين الله سبحانه وتعالى أشكر لتافي إن سمي تاريك ينشيوه والعصر إنه هو الغفور زامني إن الإنسان لفي خسر للي أن أدم يناتكين أثاره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدي وإذا سكي إيماني سكي أيكا نقري وتواصوا بالحق سكي وجونا وسياد دقسكيا وتواصوا بالصبر سكي وجونا وسياد ونسورة كما يندئز أتكين المعجم الأوسط نطبراني دلتابي شعب الإيمان نأل بيهقي دقا حديث أبي مدينة الداري اللي قرأ مصير ده يكي تشيوه دلتابي شعب الإيمان نبي صلى الله عليه وآله 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 دلتابي شعب الإيمان 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 يؤ repairs إلى سبابته و الوسطى ما يعرض أن الله يعلك أنه مرحبا ما يعرض أن الله يتواجه على الرواع يا رب أن يدفع لا يخبر سبحانه وتعالى أنه يحيد ان قبل أرقائع ايضا غير صور حقيقي CMS Terry ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصيا دهقلي واندوانا شدي متأكينهدو سياحقلي اكاين بيار الله سبحانه وتعالى سياحقلي اكمبارن ابن دي هارم سكما يحقلي اكمبارن دي سامي سلق الدراء مرد دي وانا سيحوه بودهدو سوني اكي بقات مدن ألم لو كتن سا غبار دي بودهدو بودهدو لو كتن سا بودهدو بودهدو قور دي لو كتن Опصاراشي لو كتن دي زمان آصار achievement لو كتن دي زمان باوانام باوانام لو كتن دي زمان یا جياز یامو ليششي الحendes دي لو كتن دي زمان ہو چكين اتوار الله سبحانه وتعالى يو ودا الرجل لو كتن سا ت터فير لو كتن سا چكين بير الله سبحانه وتعالى تکين مم قسان چي ده الله سبحانه وتعالى يو ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر قمت بقع CiYah بلتك سأ HP بابر عرسا ن BS وانه يساموا لأننا تصى لك pum f程 وأنهم تأكدوا لأنك نصنع للهم مع أنهم سأجلون فسن Stellen وكده تأكد إن نعرب الله سبحانه وتعالى لا ينعرو إلى مدع من الؗال فهو سبحانه وتعالى الشيساء النبي صلى الله عليه وسلم تشكين حديث القرسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن يسا مؤكسا تكليز الدكوة الله يزل ورحمد الله كلا يزل ورحمد جانب Acts ومن قطعينه الله يزل نفسه ومن الناس ومن قائل وحبهم إلا قائل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معسيته ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأفسارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين